موسيقى حبيت اقول لكم ان الفيديو ده برعاية اي داتا اي داتا بتعمل منتجات تقنية كتيرة جدا من هرامات اللابتوب والكمبيوتر ومن هارضات خارجية باعلى جودة ممكنة وهسيب لكم الرابط بتاع اي داتا تحت في الديسكريبشون للي مهتم ايه يا جماعة عاملين ايه اتمنى كلكو تكونوا بخير ان شاء الله كويسين تمام يعني ماشي يلا سلام والنهاردة هتكلم عن الريل می فايف برو الناس كتير سألتني عليه هو ده الريل می فايف برو ولكن خلينا نتكلم في نقطة كده صغيرة هل الريل می فايف برو يستهل ان انت تزود الف جنيه او 1200 جنيه عن الريل مي 5 عشان تروح تجيبه يعني لو انت رايح تجيب الريل مي 5 مثلا ب3000 جنيه هل تزود 1000 جنيه او 1200 جنيه وتروح تجيب الريل مي 5 برو وهو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده مبدئين هنا الاتنين بيجو بنفس الدزاين او نفس التصميم والهو الدياموند او اللي تحس ان هو جوهرة كده مثلا طبعا الريل مي 5 برو اللي معايا هنا هو باللون الازرق في موف فباين اكتر فيه الحتة الجوهرة دي او حتة الشطفات اللي في الظهر دي الصراحة الدزاين او التصميم ده او طريقة التصميم دي صراحة عجبتني جدا جدا فيه الموبايلات دي وجديدة يعني ما بنشوفهاش كتير قوي فيه موبايلات طبعا الريل مي 5 برو هيجي ارفع من الريل مي 5 العادي لان هو هنا جاي ببطارية بساعة 4000 ميلي امبير الريل مي 5 العادي جاي ببطارية بساعة 5000 ميلي امبير تمام كده يبقى هم الاتنين نفس الدزاين نفس التصميم نفس كل حاجة مفيش مشكلة كمان الشاشة هنا حوافها في الريل مي 5 برو ارفع شوية من الريل مي 5 فهنا هتشوف او هتاخد نسبة حجم الشاشة لحجم الموبايل ممتازة جدا في الريل مي 5 برو برضو بالنسبة للشاشة الشاشة هنا اصغر شوية بتيجي بحجم 6.3 من 10 بوصة بدل 6.5 من 10 بوصة ولكن هنا المهم بقى ان هي بتيجي بدقة فول اتش دي بدل اتش دي اللي شفناه في الريل مي 5 يعني هوا الفرق مش خرافي قوي الصراحة يعني لما تحط الاتنين جاب بعض مش فرق الرهيب يعني ولكن برضو لو ركزت جدا هتلاقي فرق وطبعا الفول اتش دي من الاتش دي معروف الفرق ما بينهم فالفول اتش دي هنا ميزة كويسة جدا في الريل مي فايف برو بالنسبة لسعره برضو بالنسبة لان احنا بقينا نشوف موبايلات بربعة تلاف وخمس تلاف جنيه شاشتها دلوقتي اتش دي بلس فحاجة الصراحة كويسة ان الريل مي فايف برو بيجي بالشاشة الفول اتش دي الشاشة هنا في البرو برضو حسيتها ان هي مشبعة او الوانها احلى بكتير من الريل م فايف العادي معرفش الشاشة نفسها او البانل بقا متغيرة او حاجة زيد كده ولكن هنا الشاشة الوانها مشبعة الوانها كويسة جدا مريحة للعين سطوحها برضو تحت أش gases اعلى من الريل مي فايف العادي بتقبل المحتوى اللي هو الاتش دي اار على اليو تيوب لو داشتغلت محتوى التش دي ار على اليو تيوب هديقبلو فالالالوان والكلام ده كلو في الشاشة دي صراحة ممتاز جدا جدا. نيجي على تالت اهم حاجة بتتميز الريل مي فايف برو عن الفايف العادي وهي الشحن السريع ال الريلمي 5 كان جاي بمايكرو يو اس بي ولكن الريلمي 5 برو جاي باليو اس بي سي زيادة لشحن الفوك 3 فهنا موجود شحن في العلبة بتقنية الفوك 3 الصراحة بيشحن الموبايل ده من صفر المية تقريبا في ساعة وعشر دقيقة او ساعة وربع ودي حاجة ممتازة جدا جدا ان انت تلاقي الشحن السريع او بالسرعة دي في الفئة السعرية دي حاجة كويسة جدا وكنا شوفنا الفوك 3 برضو في الريلمي 3 برو ولكن ما كانش بيجي باليو اس بي سي هناك كان جاي بالمايكرو يو اس بي العادية ولكن هنا اخيرا غيرت لليو اس بي سي الحمد لله كمان عندنا هنا زي ما قلنا البطارية بساعة 4000 ميلي امبير مش 5000 ميلي امبير هي مش هتقعد زي الريلمي 5 العادي الحقيقة ولكن هنا بتقعد برضو 8 ساعات من نقطة عمل الشاشة او 8 ساعات من الاستخدام بتاع الجهاز فهتكمل معاك اليوم عادي جدا مش هتضطر ان انت تشحنها في النص وحتى لو اضطريت ان انت تشحنها معاك الشاحن اللي هو الفوك 3 الصراحة بيشحن بسرعة جدا انت ممكن تحطه نص ساعة بس تلاقي الموبايل ستين في المائة او حاجة زي كده فحاجة كويسة جدا عندنا المعالج اللي هنا هو معالج جديد شوية على السوق وهو السناب دراجون 712 712 انا شايفوا ان هو يعني اوبجريد بسيط جدا عن ال710 اللي هو كان في الريلمي 3 برو ولكن اوبجريد كبير عن ال665 اللي في الريلمي 5 فهنا للمهتمين بالارقام بيجيب 185 الف نقطة على انتوتو بنشمارك كمان سيبك بقى من الارقام والحاجات دي اداء الجهاز نفسه يعني في استخدامي للجهاز نفسه حسيت بفرق عن الريلمي 5 مش معنى كده ان الريلمي 5 العادي بطيء لا هو سريع جدا ولكن ده اسرع ده اسلس ده سنابي كده اللي هو تدوس على الفيسبوك يفتح على طول تدوس على اي حاجة تفتح على طول موبايل الحياة اداءه مبهيرني جدا خصوصا ان النسخة اللي معايا هنا هي 8 جيجا رام 128 جيجا زاكرة داخلية ايوا يا جماعة على الجهاز ده جايب بنسخة 8 جيجا ر 4 جيجا رام مع 64 او 128 لسه مش متأكد 8 جيجا رام هنا مساعدني جدا على الملتي تاسكنج مساعدني ان انا افتح برامج كتير في وقت واحد ما عنديش اي مشاكل الجهاز مش هيعمل الكلام ده كمان بالنسبة للقعاب جربت هنا اشتغلت على اعلى اداءة الجرافيكس بدون اي مشاكل جربت كمان لعبة موبايل اشتغلت على اعلى حاجة بدون اي مشاكل اعلى الجرافيكس يعني بدون اي مشاكل فهنا مش هتلاقي اي مشكلة ان انت تلعب اي لعبة انت عايزها على الريلمي 5 برو بدون اي مش الموبايل ما بيجيش بستيريو سبيكر فعندنا هنا سبيكر واحدة بس هي صوفلية والصراحة صوتها ما كانش قوي يعني صوتها عالي اه بس ما فيهوش بيز مسلا ما فيهوش يعني صوتها فلاد جدا فما عجبنيش صوتها قوي الصراحة في الموبايل ده نيجي بقى على الكاميرات واللي بتميز الصراحة الموبايل ده بشكل رهيب الحقيقة فكاميرا الرئيسية بتاعت الموبايل ده بتيجي بدقة تمانية واربعين ميجا بيكسل وعندنا كاميرا تانية بدقة تمانية ميجا بيكسل الترا ويت زي ما ما شفنا في الرلمي فايف وعندنا كاميرتين الاثنين بيجوا باثنين ميجابيكسل واحدة بتاعتِ الماكرو.-لي بتصور بصور قريبة جدا على مش شايفها لهيها لازم قوي يعني ان انت رقطها والتاني عشان تضي نا عزل الخلفية وعشان تعزل اي شخص عن الخلفية وكذا كامرات الماكرو هنا يعني انا زي ما انا قلت ان انا مش شايف لها لازم قوي ان انت تصور من قريب قوي يعني ممكن ناس تصور من قريب انا مسورش الصراحة الكاميرا الرئيسي هنا يا جماعة بتطلع صور مبهرة فعلا مبهرة الصبح كويس جدا التفاصيل بتاعتها كويسة جدا بالليل حتى خاصية العزل هنا في الموبايل بتشتغل بشكل ممتاز جدا بتقص الشخص اللي انا بعزله بشكل كويس مفوش اي مشاكل فعندك هنا كاميرات الحقيقة ممتازة والالترا وايد دي اضافة جمدة جدا على موبايلات ريلمي هتديك صور وسعة هتقدر ان انت تصور مجموعة اشخاص بشكل اوسع هتقدر ان انت تاخد كادرات بشكل امتع كده للعين وكده فالحقيقة الكاميرات اللي في الموبايل ده ممتازة جدا جدا اما بالنسبة للكاميرا الامامية فزي ما جات في الريلمي فايف العادي هي ستاشرة ميجا بيكسل عجبتني جدا الصبح ولكن بالليل كان فيه كده شوية في الصورة خاصية العزل اللي فيها كويسة جدا ولكن بالليل ما بتشتغلش برضو بالشكل المطلوب فالكاميرا الامامية هنا هي مش افضل حاجة بالليل ولكن الصبح الصراحة هتديك تفاصيل برضو هتديك صور ممتازة جدا كمان الموبايل هنا الاول مرة منشوف الفئة سعرية دي بسرعة 960 فريم في الثانية زي الاس 10 بلس زي النوت 10 وزي الموبايلات الفلاكشوب هو مش افضل جودة لحقيقة ولكن ما يظل ان انت عندك 960 فريم في الثانية حاجة كويسة يعني بالنسبة للاسعار الصراحة الجهاز ده انا معرفش سعره لغاية دلوقتي ولكن انا اتوقع له لنسخة التمانية رام اربعة تلاف وسبعمائة جنيه مسلا ونسخة الاربعة رام اتوقع لها مسلا تلات تلاف وسبعمائة جنيه بقى فيه فرق مسلا الف جنيه بين ده وبين ده فدي الاسعار اللي انا بتوقعها يعني ولكن مش اسعار حقيقية فالصراحة كقيمة مقابل سعر الموبايل ده ممتاز جدا وانا برشحه عيوبه بس اللي انا لقيتها ان حساس او السنسور بتاع المكالمات كان ساعات بيعلق وانا بتكلم بمعنى ان انا لو معايا مكالمة وحاجات حطيت الموبايل على ويدني الشاشة ساعات ما بتفصلش الشاشة بتفتل شغالة فدي الصراحة انا دايقتني شوية عيوبه كمان ان السماعة زي ما قلنا ان هي صوتها مش حلوة قوي يعني هتديك صوت عالي هتسمعه في الزحمة ولكن مش نقي كده او مش حاجة يعني دي اساسيات الموبايل بقى الفرعيات زي البصمة الحقيقة بتشتغل بشكل سريع جدا عندك الموبايل مضاد للرزاز الماية برضو زي العادي فدي حاجة ممتازة جدا عندك شاشة مع حماية بطبعة حماية من جوريلا جلاس ري بلس زي برضو الريلمي فايف العادي دي حاجة كويسة جدا فالفرق الصراحة يستاهل ان انت تزود له الف جنيه عشان تجيب الموبايل ده الموبايل ده اه جايب بطريقة اقل من التاني ولكن بيديك شاشة فل اتش دي بلس بيديك زي ما قلنا الشحن السريع بيديك كاميرات المتطورة جدا عن الريلمي فايف فالصراحة الموبايل ده قيمة مقابل سعر ممتازة جدا كمان اداءه احسن بكتير من الريلمي فايف فالحقيقة الموبايل كويس الموبايل مليان مميزات وبسعر اعتقد ان هو كويس جدا انت لو جيت فكرت اقل موبايل بتمانية جيجا رام هتلاقيه تقريبا اللي هو الاوبو اي ناين عشرين عشرين بيجيب بشاشة اتش دي الاوبو اي ناين عشرين عشرين ما بيجيش بالشحن السريع اللي هو الفوك ثري الريلمي فايف برو كمان متفوق عليه في البروسيسور اللي هو السبعمائة واثنشر هناك ستمائة خمسة وستين فهو فيه عيوب اكيد اي موبايل في عيوب ولكن انا ممكن اضغطها عن العيوب دي عشان اخد المميزات اللي في الريلمي فايف برو حقيقة موبايل ممتاز جدا وزي ما قلت في الفيديو اللي فات انا مبسوط جدا ان الفئات المتوسطة وصلت للحالة دي الفئات المتوسطة بقى فيها حاجات كتير جدا بقيت لما يكون معاك اربعة تلاف جنيه تروح تشتري موبايل زي دي يبيك دي كل حاجة ما تحسش ان انت بقى واخد موبايل رخيص او كده فديل تاني مرة بقول الكلام ده ويقولولي رأيكم انتم في الكومنتات ايه رأيكم في الريلمي فايف برو وهل هتروح تجيبه لو معاك اربعة تلاف جنيه ولا هتجيب حاجات تانية اقولها لي تحت في الكومنتات وما تنساش اهم حاجة تعمل الفيديو ده لايك لو عجبك وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة عشان تتابع كل جديد انا بنزله وهسابلوكو رابط الشراء بتاع الموبايل ده ولقيته تحت في الديسكريبشن كان معكم محمد سامي اشوفه فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة